خليني بس في الديه ونص دي انبه حضراتكم للتنبيه المهم اللي هيئة الارصاد قالته النهاردة الجو بكرة ملبش ده المعنى الواضح للتصريح والاعلام بتاع هيئة الارصاد بكرة مطر ورياح مثيرة للاتربة ومشاكل كثيرة متعلقة بالجو وان الجو ده حيفضل في حالة عدم الاستقرار لبعض الايام وكمان هيئة الارصاد قالت انه درجة الحرارة بكرة هتنخفض مع الامطار ومع الرياح المتيرة الاتربة وحتصل لحوالي 14 او 15 درجة مئوية وربما تنخفض كمان شوية في فترات الليل فده معناه ان الناس تاخد حضرها سواء في السفر والطرق السريعة والناس اللي خففت لبسها ترجع بكرة تاني تتقل شوية وطبعا موضوع التراب ده بقى للناس اللي عندها حساسية وعندها ربو وعندها مشاكل في الجهاز التنفسي مش عارف تعمل ايه الحقيقة اما تغلق على نفسها شبابيكها او زي ما اليابانين بيعملوا اليابانين طول الوقت طول الوقت لابسين كمامات والحقيقة هي فكرة حلوة ترابة اللي بقررت ترابة ياريت كلنا اللي بس كمامات اشتركوا في القناة